موسيقى بالفقرة بنتكلم عن المهارات الشخصية وقوة التأثير والثقة بالنفس وكيفية اكتشاف مواهبنا موضوع يمكن جدا كبير لأ وبعد عندنا فن التفاوض وشلون نقدر فعلا بأنه يعني نقنع الأمامنا موضوع جدا كبير والحديث عن هذا كله إن شاء الله معنا استاذ مشاري المفرح وهو مبادر ومدرب في مجال تطوير الشخصية والتأثير بساك الله بالخير بساك الله بالخير ومشكورين حياك الله معنا إلا الله حييت فلمت بوضوع كبير عن دجلة متشعب لكن فعلا يحتاج حلقة طويلة لكن نحن نصيد منك المعلومات بشكل سريع يمكن في البداية أهم شيء الإنسان يحب يركز عشان ينجح في أشياء وايد الذاكرة يمكن هناك عديد من الكتب كتبت في هذا المجال شون فعلا الإنسان ممكن يستفيد من هذه الذاكرة ويطورها أولا أمسي عليكم الخير ومسي علي مشاهدة منك الخير إن شاء الله نكون ضيوف خفيفين على المشاهدين موضوع الذاكرة موضوع متشعب وكبير جدا أنا ذا بتكلم عن الذاكرة راح أدخل في أكثر من مدرسة اللي ممكن أتكلم فيه في لقائنا السريع اليوم هو شلون نتذكر وش يصير داخل المخ عشان تتم عملية التذكر الإنسان نحن عندنا بالعقل أو في أكثر من مدرسة تقول أن هناك في عقل واعي وعقل لا واعي العقل الواعي هو أول فلترة لكل الأمور تدخل لنا عن طريق الحواس الخمس فأحنا كل شيء ما استقبله من المحيط هو من الحواس الخمس ولا تدخلت هذه المعلومات ويقال أن هناك في أكثر من قولنا في أكثر من مليونين جزء معلومة في الثانية تدخل ولكن الإنسان لا يتقبل إلى 143 أو 134 أو 134 زحمة لا يتحمل عقل الإنسان على كثر ما هو معقد ترى محدود لأننا لا نحن متحاودين أن نستقبل هذا العدد من الكثير المعلومات عقب لا تدخل المعلومة يكون فيه فلترة يصير في دستور، دليت، جنراليز يعني يعمم أو يمسح أو كمبيوتر سويته ايه هو هذا اللي يصير بالضبط لأننا أنا يعني صالي 13 سنة في مجال برمجة اللغوية العصبية نعم وأدرب في هالمجال من فترة وكلما أشرح النقطة للناس يستوعبون وأنا أفهم وياهم شلون طريقة التفكير فعقب ما تدخل المعلومة تدخل إلى الفلترة الثانية اللي هي القيم والعادات والتقاليد وشنو معتقداتنا وكل الأشياء يعني هي تؤثر على المعلومة اللي احنا قاعد نستقبلها هذه الأشياء بالضبط فالحن تدخل المعلومة وتأثر على طريقة استقبالنا للمعلومة فطريقة استقبال المعلومة مو فثل طريقة استقبال نجلاء أو طريقة استقبال نحمد تختلف تماما المشاعر لحظتها تكون مختلفة يعني أنا لو أحط أي شيء جدامنا طريقة استقبالنا لها المعلومة تختلف من شخص إلى آخر الآن ادخلت المعلومة نحن نرجع حق أربطها مع موضوع الذاكرة نعم ارجعت ودخلت في العقل اللاوعي كل شي من أول ما نولد لديها اللحظة اللي قاعدة أتكلم فيها معاكم اليوم بهالستوديو مسجلة كل شيء موجود في العقل اللواعي الحين عملية التذكر تصير عن طريق العقل الواعي كيف يمكن يتفق مع العقل اللواعي في النديب المعلومات لا ترحم ضيعتنا شوية كل شيء قاعد يصير يقول مسجل كيف يتوني أنا عايش حياتي اي احنا مو قلنا أن الإنسان يستقبل معلومة بس مو كل المعلومات يستقبلهم شكل واعي نعم الحين المعلومات اللي ادخلت في أحداث صارت لك وانت صغير ما تذكرها اليوم ولكن هي موجودة في العقل اللواعي مو في العقل في العقل اللواعي اللواعي وليس اللواعي ليش لأن اللواعي عندك كل المعلومات طريقة التذكر احنا ساعات يكون عندنا أصدقاء ذاكرتهم قوية جدا أنا عندي صديق يقول لي انت قبل عشر سنوات كنت لابس أحمر كنا نمشي على البحر كنا بشالة كنت تفاصل شيء مخيف جدا نعم وفي ناس ما شاء الله يذكرون الأرقام والأسماء والوجوه بشكل رائع أكثر من غيرهم بالضبط نعم وهذا الشيء يكون شنو اللي يصير داخل المخ يكون فيه توافق بين العقل الواعي واللاواعي يكون فيه تركيز اتفاق سلام بينهم بالضبط ما يكون عنده عنده وائد كونفلكت في حياته وفي حياته هذا كلام جيد من الطلبة مقبلين بعد فترة على انتحانات آخر السنة وهذه نقطة يتجرنا إلى شيء مهم نعم أن الإنسان لا يقرأ الكلمات شو سوي عيل الإنسان يصور صور شو سورها أنت تستقبل صورة ولا تستقبل كلمة أنت ما تقرأ إلا في أول مرة تحاول تسيب فيها تخزن فيها المعلومة تقرأ لكن يعني مشاري تبيني حين أمسك الكتاب بس قاعد أتصفحها أنا أقول لك شو سوي لا طبعا لا طبعا طريقة أنا اللي قاعد أحاول وصلها أن المخ الإنسان عبارة عن واب شبكة كلها عبارة عن ارتباطات وكلها الذاكرة وأحداث فترتبط المواقف مع الذاكرة ومعلومات بالضبط فعشان أركز أو أكون شاطر في التذكر أنا باشر طلب عندهم اختبارات شلون أقدر أنا أدرس الطريقة اللي تساعدني في حل الامتحان طريقة سهلة جدا كل معلومة عندكم تشوفونها على الكتاب حاولوا تربطونها بشي بصورة ربط المعلومة بصورة في وقت الامتحان راح نقدر نسترجع بشكل سهل أنتوا الآن رتبتوا الكتاب في المكتبة حطيتوا الكتاب دالين وينه فلا يا وقت الامتحان أنا أرجع إلى الكتاب وأزل مكوانا بسهول كلنا عيني قاعد نرسم المعلومات تكون أحسن صح؟ أحسنت وينك من سفا شاي ما عانينا هالكثر إذن نحن نسبق الأسئلة لأنه ما شاء الله ممكن وقت ضيق موضوع جدا مهم وانا ونجلة اختلفنا فيه هو الكاريزمة في مجهة نظرك الكاريزمة الكاريزمة موجودة بوايد ناس في العالم الكاريزمة ليس فقط مقتصرة على المشهورين والمشاهير نحن في وايد ناس لما أقعد أتسولف معهم أو أتكلم أو أتحاور أو حتى أقدم دورات في موضوع الكاريزمة أكتشف أن ناس لما أسأل أقول من هو الشخص اللي تعرفونه عند الكاريزمة ينطون يقولون واحد شخص مشهور شخصية مشهورة طيب ليش ما انتفت في البيت؟ ليش ما رحت بين ربعك؟ في شخصيات ذات كاريزمة مخيفة طيب شنو الكاريزمة؟ حدو الكاريزمة هي لما يكون الإنسان أنا أتكلم عن ثلاث خصل مهمة إذا كانت عندك فأنت عندك كاريزمة وإذا لم تكن عندك حاول أن تشتغل على أنها تكون عندك تصيرها؟ أن هل ممكن كاريزمة تكون هبة إلهية موجودة بالإنسان؟ أم ممكن تكتسبها؟ الكاريزمة هي غير فطرية كاريزمة مكتسبة مكتسبة؟ طبعا والإنسان في ساعات حتى أطفال عندهم كاريزمة ويحب من الله وشوف تراعي فكرة لا وفعلا شخصيتها قوية وكلامة يشوق مع أن طفل يمكن عمره ثلاثة سنين بس مميز عن الباجي بضلط بلني هال ترى ترى نجلة؟ بضلط أننا في فترة من فترات أعمارنا إذا لم نكن لدينا كاريزمة اليوم كنا كان قبل ونحن صغار عندنا كاريزمة أين راحت؟ الراحت لأن الإنسان يبدأ يصير واعي ويخاف من أن يوري جانب ممكن يكون يفشل فيه أمام الغير والمحيط نعم خوف من الفشل فيضح يكون عليه أو إلى أخرى نعود إلى ثلاث صفات مهمة الكاريزمة الصفة الأولى عشان يكون عندك كاريزمة لازم يكون عندك ثقة بالنفس هذه صعبة وائد عنده وائد ناس وائد ناس يعانون من هذه النقطة وأنا لاحظت من عملي مع الطلبة وكنت قريب من أعلى الطلبة كبير أنا نشتغل في أحد مؤسسين برنامج البروتجيز وكل سنة عندنا طلبة كثار نشتغل معهم كمنتورز فأكتشف أن الهاجس الأول الذي عند أغلب الطلبة هو الثقة بالنفس وهل يختلف من الولد إلى البنت بالثقة؟ هذا أكثر هذا أكثر؟ البنت والولد أنا ما شفت فرق كبير ومقتصر على الجنس أبداً ما شفت قد يكون في دراسة لكن أنا ما شفت حكم اقترابي معهم موجود عند البنات وموجود عند الأولاد الخاصة الأولى الثقة بالنفس وهي سببها الخوف من التجربة الخوف من الطلوع أمام الجمهور أنا أدرب البابليك سبيكيك وصارني فترة طويلة أدرب طلبة في هذا المجال في أحد الطلبة في بعض الطلبة يقومون يتكلمون ويجربون لكن لديك عدو أقول له ترى أنت ممثل ممتاز يضحك أنت ترى أنت متوتر ولكن قدرت تخفي لتوتر أمام الناس هذا كان ممتاز هذا نجاح شون؟ نجاح هذا نجاح هذا الشخص جرى نعم وحاول الشخص في أشخاص آخرين ما يتجرى أن يقوم يقول لي سأب شاري تكفى طلبتك ما بي أطلع ما بي أتكلم مع أن يتعلم يتعلم لكن الخوف تغلب على التعلم هنا قللت من الثقة بالنفس نسميه استحى استحى أو خاف أن يفتشل قدام الناس أو الجمهور الذي يتحدث عنه أو يأخذ فكرة أو يأخذ صورة إذا استمرنا بالخوف والتقوقع داخل الـ comfort zone لا نتغير ما شاء الله الآن هناك الكثير من المجال عفوا يتمعون ويتكلمون عن موضوع معين الذي مستحي من الجماهير فيه جروبات يصيرون ربع شجعة ويتكلمون في مواضيع فعلا ترى تشجع الإنسان أنه يكون متحدث بشكل أفضل ونحف على هذا الشيء وايد لأنه والله العظيم فيه ناس عندهم ملكة نقلة المعلومة نعم نحن أكرر كلنا عبارة عن نقل المعلومة أنا ننتقل مع بعض المعلومات إذا ما عندك القدرة على توصيل المعلومة أنت يعني نحن اللي ما نستفيد منك نحن بنستفيد منك نحن خلصت الثقة الأولى الثقة بالنفس الثانية الثانية هو اللي يسمون الـ optimism أن يكون إنسان متفاعل متفاعل قط شفتوا شخص عندك الرزمة دائما يتحلطم مخكوم والله فيه اللي عندهم كرزمة ودائما يتحلطمون وكل ما يقولون الآن بالسوشيال ميديا صار الكلي تحطوا ومع عنده فلاورز عنده كرزمة لكن بالنهاية اللي عنده كرزمة المشهوري المشاهير السوشيال ميديا مو شرط عندهم كرزمة نعم وأنا أتكلم عن الشخصيات لذات الكرزمة العالية شخصية قاعد تشوفها مو شخصية قاعد تقرأها بالضبط بالتالي اللي عندهم كرزمة هذين ناس دائما اوبتميستيك يونهم الناس بمشاكلهم لأنه الشخص يعني إيجابي دائما نشوف حتى بالسياسة وبالاقتصاد وبالاجتماع الناس اللي متفائلين دائما نبينصير حولهم صحيح أكيد جميل النقطة الثالثة نعم أشعر سكون نسان كرزماتك يعني أن تتحدث بشكل جيد و تتحدث بشكل جيد نجد أن نترجمها أموما هي نقطة مهمة نطلع فاصل وبعدها نشرحها بشكل أفضل كاملين حوارنا مع الأستاذ مشاري المفرح و قبل الفاصل كنا قاعد نتكلم عن أهم صفات الكريزمة أو الشخصية الجاذبة خنقول الأستاذ قال ثقة بالنفس و الشي الثاني أنك تكون إنسان متفائل و قبل الفاصل بدون ما نشرح قلنا أن يكون الشخص متحدث جيد و مستمع جيد خنا نتكلم أحسن أتوقع الأنصات مشكلتنا من الوطن العربي يا جماعة الفرق بين الاستماع و السمع بالضبط نعم فالإنسان إذا ما يستمع للشخص الذي أمامه فأنت ما أعطيته أهمية بالتالي الحوار ما يكون فعال ما أقدر أستقي منه أي معلومة ولا يقدر هو ينقلي معلومة فلازم يكون هناك في سمع جيد لأن إذا ما أستمعت لك جيدا أنت ما رح تحبني إذا ما سمعتني بشكل جيد ما رح قدر أجابك بشكل جيد إذا ما سمعتك بشكل ممتوس تخير أنا كله أقاطع كله أقاطع ما أخليك التحجة رح تضايق شغلنا هذا أي أتعلم منكم من هذه النقطة تعلم كيف نحن الله يسأل منك نعم فأتوقع فيه طبعا أكثر لكن أنا أخترت لكن هذه الأساسيات في شكل مختصر زين هذا الحين الجانب الكلام والسمع الجيد يأخذنا إلى نقطة مهمة وهي التفاوض ويسمونه فن أو مهارة التفاوض أنت بنعرف التفاوض التفاوض هو يصير بين شخصين أو أكثر لبلوغ اتفاق الفرق بين التفاوض والحوار أو سنقول التفاوض والنقاش التفاوض أن التفاوض في نهاية اتفاق في أرضية مشتركة يصول إلى هدف بالضبط الهدف ما لا اتفاق ولكن لما يكون في حوار مو شرط يكون في اتفاق الحوار تبيان للنقاط اللي قاعد تثار يعني أنا عندي وجهة نظر بالضبط أنا عندي وجهة نظر أنتو عندكم وجهة نظر أنا أقول وجهة نظري وانتو تقول وجهة نظركم بس مو معناته أنه لازم يسير في اتفاق سمعتوا في حوار الأديان مثلا حوار الأديان أننا نقول شنو أحنا نؤمن فيه وانتو تؤمنون فيه صحيح أهم أدوات التفاوض هناك طرق كثيرة للتفاوض لكن أهم شيء هي نسميها الألفة أنا عشان أقدر أتفاوض طبعا هو موضوع كبير الوقت ما راح يسمح لله لكن بتكلم شكل سريع عن النقطة الأولى المهارة الأولى المهمة لما تيون تبون تفاوضون أي شخص لازم يكون فيه ألفة شنو الألفة؟ أن أنا أكثر حاجز عدم الثقة وعدم الارتياح لأن هذا مصر ساعات فيه شخص يديد أول مرة أقابل يديد شلون أقدر أنا أخلق الألفة مع الشخص اليديد هناك طرق كثيرة أقول لكم على تمسر على قولته في بعض السر الأول ممكن يكون هو التشابه الصوت سرعة الصوت سموه البتش بتش الصوت كذلك الحركات التعبير التعبير أحنا نقول باللغة الإنجليزية بترجمها عندما يحبون الناس كما يحدث يحبون الناس كما يحدث سيحبهم بعض أكثر شوفوا في كل مكان تروحون في المجمعات وغيرها دائماً الناس اللي يشبهون بعض يمشون مع بعض اللي يلابس مثلاً كذا يمغتر مع بعض صاحب صاحب بالضبط فتأثير الشخص اللي دار مدارك مهم فلازم يكون هناك ألفة والألفة تصير في البداية ممكن سور هي التوافق معناته أنا إذا بروح أقابل شخص بتفاوض معه لازم أدرسه قبل الضبط أشوف شخصيته شنو يحب شون أهو لابس عشان أنا أكون بنفس المستوى قلت قصتي شون هو يتكلم عشان أكون نعم فضل أنا شلون طبقت هذا على وظيفة من الوظائف قبل تقريباً عشر سنوات نعم تقريباً عشر سنوات قدمت على وظيفة ومعجبتني اشتغلت في شركة استثمار نعم ومعجبتني الشغلة كنت في قسم التسويق فشفت هناك في قسم آخر في استثمارات وإدارة أصول وسفرات أكبر فقلت أريد أن أذهب يعني أريد أن أغير من الشغل اللوتين الذي كل يوم أشتغل فيه فاشتويت رحت حق القسم وشفت المدير وشفت حركاته وشلون طريقته وشلون لبسه وكذا درسته درسته ودزيت إيميل للمدير وقلت له أنا حاب أني أقعد معك وقال لي أنا سمعت الكلام هذا من مديرك وحاب أن أقعد معك فقلت له فلما رحت قبلها بليلة طليت شفت شنو اللابس فكان لابس قطروعقال وغير يغتاب أسلوبه فرحت اليوم اللي بعده في وقت الانتربيو كنت لابس قطروعقال ونفسه وقعت معه وقعت حركات سويتهم طبعا أنا كنت تونيراد من أمريكا وكنت مشحون سويت أشياء خطأة كنت مقلت بالضبط وغلط يعني أول ما قعد طلب شاي طرع شفت على الطاولة شاي شان أطلب شاي نفسه أي يا حتى ها وصلت مرحلة قفشة شكر ما وصلت لها الدرس بس أكثر من شذي بعد نسف شان أنسف أنا خفت أن يكتشف أشوان ذاقي اليوم ما أكتشف لأن الشغلات اللي سويتها كانت باللحظة وغلط المفروض الشخص ما يكون مقلد يكون على طبيعتها وسجيدها ولكن يحاكي بالضبط أحسنتي على التفاوض هل تعتقد بأن المرأة أفضل تفاوض من الرجل؟ يعني نحن نشوف ما شاء الله أمهاتنا و هلنا بالمكاسر لم يروح من محل تكاسر تكاسر هذا تفاوض المتفاوض المكاسر طبعا ما في مرأة أو رجل أفضل من الآخر التفاوض هو شيء مكتسب مع الخبرة وممكن تكون مفاوض ناجح يعني أنا ممكن أن أتفاوض على شراء شغله ممكن أن أكون على اتفاق بين شركاء بالشركة ممكن أن يكون في تفاوض بين مثلا دبلوماسيين لوصول إلى اتفاق معين بين دول تفاوض في حمو موضوع كبير جدا يعني نحن أودنا صراحة نستمر بالكلام هذا لكن مفاوضاتنا مع المخرج قال لنا لازم نحل شكري لك جدا لأستاذ مشاري المفرح مبادر ومدرب في مجال تطوير الشخصية والتأثير ونحن تأكد أن تأثرنا اسلمون ما قصرت شكرا لك شكرا لكم متابعينا ونلقاكم إن شاء الله باتشر على خير ومواضيع جديدة من برنامج بالكويتي مع السلامة شكرا للمشاهدة